أن الأباء نوعان أب ولادة هو أصل وجودك ووالد وما ولد هو اللي خلفك وأب إفادة لذلك كل أب مش بالضرورة يكون والد ولا كل والد بالضرورة يكون أب الأبوة اهتمام ورعاية وحنان وحماية ووعي ودعم دي أبوة لكن انت كتير جداً بتلاقي واحد مخلف أبو ومزواج هل ده أب ولا والد طب مخلف ولاده وبيكتف أنه هو بنكير يصرف عليهم وده أب ولا والد لذلك قال النبي والحديث صحيح كفى بالمرء إثماً يعني مش مهم يعمل إثم تاني ولا زنب تاني أن يضيع من يعول هو بيعوله فعلاً بس ضيعه بص الكونسيبت يعني هو فعلاً قائم على رعاية هذا الطفل بس هو ضيعه وهو قائم عليه في اسم أكبر من كده ده ريليتد بي ومن أحياه أنك بتحيي هذه النفس في مجتمع مكون من مجموعة أنفس إذن المجتمع أصبح مجتمع سوي ويبدأ استقرار المجتمع من استقرار الأسر المكونة لي والأسر مجموعة من الأنفس إن اضطربت اضطرب المجتمع بأكمله عظيم كذلك الأم هل الأم اللي بتخلف وما تكونش قائمة على رعاية أولادها أو تفرق ما بين أولادها أو ما تديش نفس معدل الحنان والاهتمام والرعاية لكل أولادها هل هي أم ولا والدة لا طبعاً هل الأم اللي تفضل بقى دايماً يعني كتير من الناس إحنا لسه كنا بنحتفل بعيد الأم قريب عايز أقولك كان بيصلنا عدد من الرسائل مزعيجة جد إن عيد الأم بالنسبة لهم ده كارثة محققة مش بس عشان حد فقد والدته ولا حد عشان والدته مش عايشة معاه عشان حد ذكر الناس لكل المستلزمات الأمومية من الرعاية والحب والاهتمام والحنان هو معشهاش يعني كان فيه تفرقة جديدة مثلاً كان فيه إساء له كان فيه شيء من التوجيه السيء لي وهكذا كلها أمور تؤكد أنها والدة ولا أم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا السائل أي الناس أولى ببري قالوا إيه أمك ما قالوش والدتك مش كده رغم أن في القرآن ربنا صحيح تعالى يقول الوالدات يرضعنا أولادهن طب ليه هنا قال والدة وليه هنا قال أم ليه هنا قالوا أمك ما قالوش والدتك لأن مفهوم الأم هو مفهوم سيكولوجي صحيح مفهوم سيكولوجي بعض إن ما قالوش الأولى ببرك والدتك اللي خلفتك قالوا الأولى ببرك أمك لذلك هي ممكن تكون أم ومش والدة مش هاي اللي خلي فيته أصمع طيب لما أتاه السائل عن علاقته بالأب وقال أنت ومالك لأبيك ما قالوش أنت ومالك لوالدك بص الكنسيب ده خطير جدا يعني ما قالوش أنت ومالك لوالدك بص الدقة ومن ضمن الإعجاز العلمي النفسي في الحديث النبوي قال أنت ومالك لأبيك ليه؟ لأن الوالد مش بالضرورة يكون أب لأن الأبوه صفاته والأب مش بالضرورة يكون أصلاً والد ممكن يكون والدك ومش من عصبك يعني ممكن يكون والد أقسف ممكن يكون أبوك ومش من عصبك هو القائم على رعايتك لذلك ربنا يقول والد وما والد سورة البلد طيب يجي النبي يقول له مين أنت ومالك لوالدك لا لأبيك فالأبوه صفة مجموعة من الصفات أما الوالد أي حد يقدر يخلف ويتجوز يعني عادي جدا يعني إحنا عندنا مفهوم البر للأسف بنطلق وكده ونحمل أطفالنا أكثر مما يتحملوا نفسياً الدكتورة راني بمعنى بتقول لك أبوه ما بيسألش فيه خالص ويبعملوش حاجة ومساعدوش وراح تجوز تاني يعني الوالد بيحاول يقرب منه وهو بيهينه بيعمله مشاكل بيأزينة فين أبوه يعني فين دلالات الأبوه فاني إحنا نحمل أكتر على الأبن ونقول له طيب ماهو زي ما البر ده مرتبط بالعقوق عقوق الأبناء للأباء في عقوق من الأباء للأبناء ويمكن لما جيت عملت أحد الدراسات وذكرت عنوانها وبالأبناء إحسانة قالوا لي إذا أنت بتحرف في الآية وقامت الدنيا ولم تقعد طيب هو لما أتى السائل إلى عمر بن الخطاب وسيد عمر يعني معروف الفاروق الذي فرق الله بيه بين حق والباطل وقال اذهب يا رجل في نهاية الرواية فلقد عققت ولدك قبل أن يعقق يعني أنت بتمارس العقوق أب في حق أولادك عظيم ومسألة البر إحنا لا نحمل الأبناء أكثر مما يتحملوا في هذا الأمر يعني بلاش إن إحنا نضغط عليهم نفسيا وكتير جدا المتجرة بهذا الأمر دينيا إن تلاقي الأب لما يهتم بأولاده سنوات بعدين ييجي يقول لهم أنا أبوك فين البر ليه ما بتبرنيش فيه إرهاب نفسي بقى بحطة البر وده بيحدث خلل كبير في الشخصية هنا نسأل على طول هل تأتي أب ولا والد يعني هل تخلفت ولا ربيت هل تأتي أهتمت أدرت سنت أدعمت ولا أنت خلفت وخلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ما تضغطش عليه أكثر من كده هو ربنا أتاله ده هذا القدر من الأبوة وهو مش قادر يدي أكثر من كده ما نضغطش على الأبناء بقى أكثر من ذلك مفهوم الزرع والحصاد يا دكتورة رانيا الناس فهمة أنك تزرع مع أبوك تحصد من أولادك لأسف ده مفهوم قاصر لأنك مطالب بأنك تزرع في أولادك تحصد منهم صحيح وصلالك يعني أنت زرعت في أولادك رعاية واهتمام وحنية وكل الكلام الإنساني الجميل هتحصد منهم أبعاف ما زرعت طب أنت ما زرعتش فيهم وتحصد منهم إيه ولا حاجة وده كان النموذج الثالث اللي مش نتكلم عنه ونحن ذكرناه في هذا الاتصال وهو أن طفل أو ابن يشعر باليوتم في وجود الأبوين الأب والأم إذا ما اتفقنا أنهما مش بس مجرد والد ووالدة هم أب وأم عايشين علشان خاطر يتجروا مع الله سبحانه وتعالى بالأولاد دول ويطلعوا للأبناء أفضل ما عندهم عشان يطلعوا للمجتمع أفضل ما في أبناء وإن أنت مهما عملت في حياتك أفضل حاجة ممكن تعملها أن أنت تصنع ناشئ صالح لهذه الدنيا تأخذ عليه أجر حتى بعد وفاتك لما يموت ابن آدم ينقطع عمله كله إلا من ثلاثة أحدهم أحد الثلاثة دول ولد صالح يدعو له ما قالش ولد يدعو له لأن أنت يعني ما عملتوه صالح ملوش لازمة هذا الدعاء وصالح يعني صالح في الدنيا يعمر الأرض ينفع الكون يفيد الناس كل هذه الصفات وبيكتسبها منك أنت ليه؟ لأن التربية أساسا التنشئة الاجتماعية هي اللي بتضغى كتير جدا على العوامل الموروثة والدفعية النفسية أي سلوك إنساني في الدنيا نتيجة هذه المعادلة البسيطة سلوك إنساني مكون من عوامل وراثية تنشئة اجتماعية ودفعية نفسية التنشئة الاجتماعية أثبتت كل الدراسات إنها ممكن تعدل من هذه العوامل الموروثة وتهزب من هذه الدفعية النفسية فبالتنشئة أنت بتطلع اللي أنت عايزه وقال واتسون أحد أهم علماء السلوك في علم النفس اديني ناشق أعمله زي ما أنا عايز أطلعه زي ما أنا بفكر ليه؟ لأنك بتقدر تشكله على حسب ما أنت قررت المهم يكون عندك فيجن ويكون عندك ترجط من هذه التربية ترجمة نانسي قنقر